عاد التوتر ليعتري العلاقات بين أنقرة وطهران بعد أشهر معدودة على تقارب ساهم فيه دعم إيران للحكومة التركية ليلة الانقلاب الفاشل في يوليو تموز العام الماضي خروج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف عن دبلوماسيته ونعته تركيا بالدولة الجارة الضعيفة الذاكرة الناكرة للجميل ما رده إلى مواقف حادة أطلقتها أنقرة في الفترة الأخيرة أثارت استغراب طهران أكثرها حدة موقف نظيره التركي مولود جويش أغلو في مؤتمر ميونيخ ووصفه السياسة التي تتبعها إيران بأنها طائفية تهدف إلى تقويض سلامة البحرين والسعودية ودول خليجية أخرى داعيا إياها إلى توقف عن أي طموح نووي أو تهديد استقرار المنطقة ومحذرا من خطورة نيتها تحويل سوريا والعراق إلى دولتين شيعيتين بعدها بأيام أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جولة زار خلالها عدة دول خليجية إلى ما سماه خطر القومية الفارسية والأطماع الإيرانية في المنطقة ردة الفعل الإيرانية إزاء هذه المواقف تمثلت في احتجاج الخارجية الإيرانية لسفير التركي في تهران على تلك التصريحات التي اعتبرتها غير ودية وتلى ذلك انتقاد علي أكبر ولاية مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية الوجود التركية في سوريا والعراق اللافت أن الرئاسة التركية عبرت عن عدم رغبتها في التصعيد مع إيران التي وصفتها بأنها جارة مهمة لكنها قالت إن ذلك لا يعني أن أنقرة ستتجاهل جهود تهران في اختراق المنطقة تراشق المواقف والتصريحات هذا يأتي على الرغم من أن تقارب الفترة الماضية كان سمح للبلدين بفتح حوار أوسع حول الملف السوري الساخن وبتبادل الزيارات ما أوصل إلى إشراك تركيا في مؤتمر أستانا وتحولها إلى إحدى الدول الضامنة لوقف العمليات العسكرية في سوريا